بدلا من الذهاب الى المدرسة يقوم هؤلاء الاطفال في كوديفور بفرز حبوب الكاكاو في اشهر مزارعه التي تصنع منها الشوكولاتة وبتزايد الطلب الغربي على ما بات يسمى بالشوكولاتة الاخلاقية والتي يجب ان تكون منتجة في بيئة عضوية ولم يعمل بها اطفال تواجه كوديفور انتقادات حادة فيما يتعلق بملف عمالة الاطفال الذي يعتبر افة باتت مستشرية في البلاد بشكل كبير وبعد الضغوط الدولية من كبر المستوردين الغربيين قامت السلطات باكبر عملية امنية رفيعة المستوى لمدهمة المزارع المتورطة بتشغيل الاطفال ونتيجة لهذه العملية تم العثور على 68 طفلا والقاء القبض على 22 شخصا بتهمة الاتجار بالاطفال لقد كنا نحاول رفع مستوى الوعي لفترة طويلة ولكن طالما انك لا تعاقب الاشخاص الذين يشغلون الاطفال فسيستمر الامر دائما لذلك كان علينا التعامل بالقوة وخلال عامين فقط تم انقاذ نحو 2000 طفل من مزارع الكاكاو وارسالهم الى مركز لرعاية الاطفال توقفت عن الذهاب الى المدرسة عندما كان عمري عشر سنوات عندما لم يكن لدى والدي ما يكفي من المال خرجت وساعتهم من خلال العمل في الحقل وبحسب احصاءات البنك الدولي يعيش اكثر من مليونين وخمسمائة الف شخص يعملون في صناعة الكاكاو تحت خط الفقر غالبيتهم اطفال لذلك يتم استغلالهم في العمل في المزارع وكانت تقارير سابقة شددت على ان هناك شركات شهيرة لانتاج الشوكولاتة متورطة في تشغيل الاطفال حيث يتعرضون لظروف قاسية تهدد سلامتهم الشخصية ويجبرون على القيام باعمال شاقة لفترات طويلة ويتعرضون للعنف الجسدي والتهديد اذا ما حاولوا الفرار